افتتحت بقاعة التدريب بمجمع الميناء التعليمي للبنات بالمكلة الدورة الخاصة بمجال تدريب موجه الأقران حلقات تعلم المعلم والمراحضة الصفية ضمن مشروع استعادة التعليم الممول من البنك الدولي وأكد علوي أحمد الحامد نائب المدير رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب الوزارة بالمحافظة على أهمية ونوعية مثل هذه البرامج التي تصب مخرجاتها في تطوير قدرات ومهارات المعلم مضيفة أن أدوات التطوير الذاتي بالنسبة للمعلم أصبحت متاحة في اختيار أساليب وطرق تعليمية حديثة ويشمل مشروع استعادة التعليم عقد سلسلة من الدورات والورش التدريبية والتأهيلية للمستهدفين من كوادر التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية مدينة المكلة